قايمة منتخب الشباب كابتن وايل رياض شيتوس النهاردة بيعلن قايمة منتخب الشباب اللي حتسافر بكرة ان شاء الله الساعة 8 الصبح متوجهة الى تونس لدورة شمال افريقيا الدورة الودية اللي بتضم منتخبات شمال افريقيا اللي هشارك فيها بالاضافة لمصر الليبيا تونس المغرب الجزائر وهي طبعا اعادة متبعة بقالها فترة ان انت بتعمل البطولة الودية دي كتجهيز لبطولة شمال افريقيا اللي هتبقى رسمية اللي من خلالها بيتم تأهل فريق او فريقين الى البطولة الافريقية اللي من خلالها هي المؤهلة لكاس العالم ان شاء الله كل الثقة بإذن الله في اختيرات واقل رياض البطولة زي ما بنقول في تونس في الفترة من 11 ل23 والقايمة كالقاتي اختار واقل رياض في حرص المرمى عبد المنعم تامر احمد وهبة احمد جابر خط الدفاع معتز محمد احمد عبدين حسام عوض محمد سمير يوسف عبد الحفيز حسن عبد المعاطي مهاب سامي خط الوسط مروان محمود احمد خالد كباكة فارس خالد محمد السيد هادي عامر عمر خالد عمر خضر وفي الهجوم مهند محمد وكريم سعيد ومحمد زعلوك النهاردة كانت البروفا الاخيرة خلينا نقول الوحيدة والاخيرة كلنا عارفين ان يادوبك ورياض شيتوس عمل معسكر للفريق في مدينة اسماعالية كان مدته ست ايام وكذلك بقى له تلات اربعة ايام في المعسكر والنهاردة عمل تجربة عمل مباراة ودية اخيرة قبل السفر بكرة كانت قدام فريق نادي الشمس الفريق الاول لنادي الشمس وقدر منتخبنا للشباب انه يفوز على نادي الشمس اتنين واحد تقدم منتخبنا طبعا في الشوت الاول واتعادل نادي الشمس وفي اللحظات الاخيرة من المباراة قدر مهند محمد لعب المقولين العرب اللي شفناه كتبديله في المباراة الاخيرة قدام النادي اللاهلي شفنا انه هو قدر انه هو يسجل هدف الفوز لمنتخبنا خلينا نقول احتكاك قوي واحتكاك كويس لمنتخبنا وحيوقف اكيد ورياض شيتوس على يعني شكل الفريق القوامل الاساسي حيبقى عامل ازاي مين اللي ممكن يكون معاه مين اللي ممكن ما يكونش معاه الراجل جرب ناس في معسكر اسماعالية عمل معسكر مفتوح لمدة يومين ثلاثة جاب ناس تانية خالص عشان يجربها فالراجل عامل يعني عدد كبير جدا من اللعيبة وزي ما بنقول منتخب هيبقى منتخب في غاية الاهمية منتخب 2005 لان الارتباطات بتاعته هتبقى مكملة لحد الولمبيات اللي بعد كده اولمبيات 2028 وبالتالي يمكن منتخب هيتم اعداده لفترة اكتر من اربع سنوات هيشتغل من خلالها على البطولة الافريقية وعلى كاس عالم وبعد كاس عالم عنده تكملة لمشواره في اولمبيات 2028 كل التوفيق طبعا للكابتن والرياض شيتوس ويقدر انه هو يشتغل بشكل كويس طبعا على ناحية التانية النهاردة برضو منتخبنا الوطني للنشآت تحت 20 سنة كان بيلعب مباراة في غاية الاهمية في تصفيات كاس العالم الدور التاني لتصفيات كاس العالم الدور الاول كلنا عارفين كان الدنيا كانت سهلة قدر منتخب النشآت انه هو يفوز على سوتومي ذهبا وعودة 7-0-11 صفر النهاردة كان المرحلة التانية وبيلعب مع الكنغو بخير طبعا كابتن محمد كمال المدير الفني وقدر منتخب النشآت انه هو يرجع من الكنغو بتعادل اكيد سمين جدا تعادل ايجابي واحد واحد اتقدم منتخبنا في الشوت الاول وادرك منتخب الكنغو التعادل في الشوت التاني طبعا مباراة العودة هتبقى يوم 19 بعد 9 ايام من النهاردة وحتكون ان شاء الله على استاد اسكندرية في حالة تخطي هذا الدور ان شاء الله ونقدر بإذن الله يبقى المرحلة التالتة ومواجهة الفايز ما بين فريق منتخب الكاميرون ومنتخب كينيا اشتركوا في القناة